الماركسية ضللت على النقطة دي بأنها افتكرت أنه الإنسان دائما راحظة الحيوان في تطوراته دي ولذلك عند الماركسية وداء من المادية التاريخية المادية الجدلية المادية التاريخية التي هم فلسفات ماركس المادية الجدلية فيما يخص الطبيعة كلها المادية التاريخية فيما يخص المجتمع عنده من الأصول بتاعته العنف والقوة هما الوسيلتان الوحيدتان لإحداث أي تغيير في المجتمع البشري الخطأ هنا والسبب في الخطأ أن ماركس ما كان عنده نظر لقد دام ماركس نظره في التطور بمشي باستمرار لتفاعل من القوى النظرية وعكس النظرية يكون بينات توحيد اللي هو مسألة المستغلين والمستغلين بينات صراع يوجد فكر جديد في تطوير المجتمع حرب الطبقات هو بناوى بالصورة دي لكن الفكر الإسلامي يقول أنه الإنسان في الحقيقة ساير في طريق دائري قدامه وراه الفكر الإسلامي ينظر قدامه العقيدة في الله وراه أنه العقيدة دي بتتمخض من الصراع المحسوس في الحيث المحسوس حيث الأبدان يعني الإنسان تطور جسديا في مرحلة التولانية راح يطور عقليا في مرحلة المقبلة عند التفكير الإسلامي العقل مستقل عن المادة في التفكير الماركسي العقلي تفاعل مادة لذلك النظرة العلمية في الماركسية الخطأ هي من الناحية دي مش من ناحية العلم التجريبي هنا دي أعجزت ماركس عن أن يوجد توافق بين الفرد والجماعة في الفكرة الإسلامي أن القوة مش ضرورة تستعمل العنف القوة ضرورية للتطوير زي ما القوة ضرورية لأن أمشي لأن أحرك لأن أعمل أي عمل من هنا القوة ضرورية للتطوير لكن العنف ما أصل بل الحقيقة في الفكرة الإسلامية أن القوة إذا كان اكتملت العنف ما ضروري وأنه بيستعمل العنف ضعيف جبان خايف ونفتكر أن نحن جمهوريين بنتكلم عن ثورة أكتوبر أنها عندها قيمة كبيرة في فتحة النظرية الماركسية ثورة أكتوبر كانت قوية ما كانت عنيفة بالقوة حقق التغيير العنف يتخلف هنا هنا الحاجة اللي نحن بنقول عليها أن الإسلام ضروري لأن يكون عليه الدستور هو مقدرته في أنه يوفق بين الجماعة والفرد ما قال الفرد ما مهم خذوا الجماعة ولا اضطرب بين الاتنين زي ما اضطربوا الراسماليين ترجمة نانسي قنقر